اشتركوا في القناة امنا فيه او ما امنا فيه نتيجة موجودة شو تعريف الكارما بدي اقول قبل ما نعرف الكارما حتى نعيش حياة افضل لازم نرائب افعالنا لازم تكون دايما موجهة للخير ومشاعرنا كمان نفس الشي للخير وللمحبة هذا اهم شي حتى نعرف شو يعني كارما فقانون الكارما هو لكل فعل ردة فعل مساوئ له بالمقدار هلا الموضوع مش بسيط بهالدرجة هاي لانه احنا كنا متعارف عليه اللي بتزرعه بتحصده طبعا وكما تدين تدان الا انه لا الكارما هو مفهوم كتير اعمق بيمتد للأفكار والمشاعر فلازم كتير ننتبه على هذا الموضوع كيف افكار ومشاعر يعني احنا احنا بنحكي عن افعال انا يعني زرعت شر رح احصد شر زرعت خير رح احصد خير هذا فعل ورد فعل ولكن من ناحية مشاعر وتفكير كيف بيصير الموضوع بالفعل هو مش بس مجرد احنا عم ننتج بالفعل النوايا اللي هي بتكون عبارة عن افكار ومشاعر حتى لو ما تبقتها موجودة جواتك عم ترصدها للاخرين فطاقت المشاعر لنقول خلينا المشاعر السلبية هلأ طاقت المشاعر السلبية اللي احنا عم منولدها جواتنا اتجاه الاخرين كمشاعر الكره الاحتقار الحسد الغيرة اي مشاعر سلبية احنا بنحملها اتجاه الاخرين حتما هترجع لنا حتما هترجع لنا وجدودنا كانوا يقولون لنا نيتك صافية صار معك هالشغلة أو صف نيتك من زمان كان موضوع النية وموضوع أنت شو عندك من جوة للآخرين عن جد رح يرجع لإليك بالفعل أنه يترجم إحنا لما نحمل عم من مربي عائلنا الباطني وداخليتنا بالمشاعر السلبية حتما هاي حتبقى تنعكس على أفعالنا فالأفعال دايما مردودها حسب شو أنت عم تحمل من جواتك طيب يمكن كمشاعر الإنسان خليط من مشاعر ومشاعر خير مشاعر شر فرح حزن طيب أنا كيف بدي أتأكد أنه أنا المشاعر اللي عندي ما عم بتأثر على الكارمة تاعتي لأنه كلنا منحزن كلنا منزعل كلنا مننبسط كلنا منفرح فش مشاعر ثابتة مية بالمية عشان هيك إحنا بدي ندرب حالنا دايما دايما نحمي حالنا ونتجنب المشاعر السلبية اللي بنحملها جواتنا ونحولها لصفاء داخلي تسامح محبة معرفة اهتمام كثير قصص من هاي النوع المشاعر الإيجابية لما نولدها داخليتنا إحنا منحمي حالنا من الكارمة السيئة طيب ستمنال في عمر معين للكارمة يعني إحنا منعرف إحنا مشاعرنا وتصرفاتنا بالعشرين غير بالتلاتين غير بالأربعين غير بالستين فأي عمر وأي مرحلة بتأثر أن هالكارمة ترجع علينا بالنفع وزي ما قال زميلي إبراهيم مشاعر بتتقلب وتتغير ممكن أنا بداية حياتي مثلا أدق أزيت أشخاص بس بعدين حسيت بالزنب حسيت أنه أنا ما لازم أعملت هذا الشيء هو الوعي الإنسان هلأ الكارمة مخلوقة معانا من البداية الكارمة موجودة إحنا قديش إحنا بنعمل خير بنلاقي خير بس لازم نربطه أكيد بالوعي أنه إحنا ما فينا أنه نكون عم نشتغل بطريقة أنه غير مقصودة وإحنا نتقصى من نتائج الأفعال اللي إحنا عم نعملها أو المشاعر العام نولدها داخلتنا اتجاه الآخرين فمجرد بيكون في عنا وعي وإدراك أنه هاي الأمور إحنا قصدينها اتجاه الآخرين هون نلاقي نتائجها مية بالمية فبنا نشتغل عليها حتى نتجنبها ونقدر نكون بحياة أفضل بحياتنا ونقدر نعيش أكبر قدر من السعادة يعني نقدر نغير الكرمة السيئة لكرمة جيدة لما يكون في عنا وعي منبلش أنه إحنا نتجنب المشاعر السلبية من خلال الندم لازم نندم لازم نوعى نحس بالزم نحس بالزم إذا ما حسنا بالزم حنظلنا مستمرين في أشخاص بحسوا أنهم عم بيئزوا الآخرين بس ما بيفرق معاهم بيستمروا بيعارضوا قوانين الطبيعة إنه لا إحنا موجودين وننصل لشيء اللي بدنا إياه بس بالشر بالمشاعر السلبية المجدية إذا تبريزنا للأخطاء واعتذارنا هذا كمان جانب إنه إحنا نروح جهة الكرمة الجيدة 100% إحنا منحصن نفسنا لما منعترف بأخطاءنا لما منعترف مشاعرنا السلبية اللي هي ما رح تودينها إلا لطريق فيه أزيئة لنفسنا وللآخرين الكرمة كمان لازم نفهم هي بش بس أزيئة للآخرين أزيئة لنفسنا بالدرجة الأولى لأنه كل شيء راجع لألنا شو ما بنرصده للآخرين هو مش للآخرين هو إلنا نتيجته حتمية لألنا الغريب الموضوع إنه أحيانا بتشوفي ناس ممكن تكون ناجحة في حياتها ولكن عندها لربما بدي أحكي مشاعر غيرة حسد تكبر بغض النظر إيش المشاعر الموجودة عندها ما بتكون سعيدة برغم النجاحة في حياتها دائماً بيكون في عندها محطة بائسة وبترجحها وبتسحبها لتحد كيف ممكن دائماً الإنسان يكون عنده وعي بإني أنا عندي مشاعر غيرة عندي مشاعر حسد عندي غرور عندي تكبر لأنه في مرات يعني كانت تحكي أنا ممكن أعمل تصرف ما مش شاعر يعني أنا ما عارف إنه أنا عندي تكبر ما بعرف إنه أنا مغرور ما بعرف والعمر كمان يعني إبراهيم زي ما قلت عشرين غير ثلاثين غير أربعين بالفعل هي مراحل الوعي بتبين من شخص للآخر حسب مرات للأصف حتى العمر مش مقياس مرات في أعمار صغيرة عندهم وعي أكبر من الأعمار الأكبر هي الأنسان لما بيوصل لمرحلة عام بيحصد نتائج نواياه وأفعاله وأفكاره ومشاعره هون بيبدأ يشتغل على حاله حتى ينظف بيته الداخلي إذا دخل في النجاح يعني ممكن إنسان يكون ناجح بس كار متاعته سيئة طبعا ما دخل ما دخل أبدا عشان هيك زي ما أنت حكيت قبل شوي إنه مش كل شخص ناجح هو سعيد طبعا لأنه عينه على الشخص الناجح اللي هو شايفه بنظره إنه ناجح بالفعل هو عنده مقويمات النجاح لكن حياته بينه وبين نفسه مش برتاح لما بيوصل بيعد مع نفسه بحيث حاله إنه كل الحياة بعده ضده فبظله يكافح ويحارب ويصارع وبالنتيجة هو مش مرتاح تعرفي منال عم بنواجه هذا الإشي مع أولادنا لما بيطلعوا مثلا جروب وبصيروا يقارنوا حالهم بالأطفال الثانيين وهذا عنده هذا كذا هذا كذا طب إحنا كيف من دور الأهلهم أولادنا صغار إنه ما يغاروا ما يقارنوا ما يطلعوا مثلا على غيرهم هذا الموضوع كتير مهم ومكمل معهم لقدام أكيد هون دور الأهل هم أوعى من الأولاد فلما بيدركون أولادهم عم بيتصرف تصرفات غير يعني إيجابية أو عم بيحملوا مشاعر سلبية تجاه الآخرين إحنا دورنا نوعيهم لأنهم من مرحلة ما ما رح يدركوا إنه هذا الشيء رح يترجع لهم أزية بيحمي حياة خاصة إنه بيأزوا بعض وبتنمروا على بعض وعم بنشوف بالمدارس قديش هاي المشاكل عم بتزيد للأسف بالفعل إحنا هلأ عم بنشتغل على مبادرة للتنمر لأنه هذا الشيء كثير مهام لأنه هاي الأزية المشكلة أنه المتنمر والمتنمر عليه هم اتنين ضحايا طبعا اتنين ضحايا فهون وعي هون لازم يكون في عنا دور للأسرة للأهل للمجتمع للمدرسة لكل حدا وعي نقدر نحمي أولادنا من هاي المشاعر السلبية تجاه الآخرين لأنه عنجد هي يعني مضرة طبعا مضرة للطرفين حتى للبئزي هو عم ينضره ومش حاسس فدائما بيكون بصراع داخلي وما حيكون نتائجه دائما حلوة بحياته سبحان الله بتحسي ملامحهم دائما واضحة اللي جوات وكاد وغيرة وحسن ببين على ملامحهم ببين عليه وإنك أصلا لما بتتعاملي معه بتحسي أنك انخنقتي خلص بديك تقومي من قبال هذا الشخص مئة بالمئة فهذا الشيء بينعكس قدي إحنا من جوه حلوين وقدي من جوه بدنا شغل كثير على حالنا فللأسف مش الكل عنده هذا الوعي ومستمر بيهسرها بها الحياة وشان هيك في ناس سعاداء وناس غير سعاداء طيب في مراحل يمكن بتكون أصعب من مراحل وممكن بلحظة معينة الواحد يلجأ لأخصائي نفسي لدكتور طبيب لربما عشان يفرغ مشاعر الغضب أو المشاعر السلبية اللي عنده شو ما كانت هل هذا الموضوع بيحتاجه أيضا لوعي عند الأشخاص لأنه كثير من الناس بعتبر عيب أني أنا أروح عند أخصائي نفسي غير عيب أني أنا أحكي عن أي شي بخصني أنا بس أمدي أنقذ حالي بالآخر فكيف كيف التوازن ممكن أخلقه بحياتي وبخصوصيتي ما هو المشكلة إذا ما هذا الإنسان أدرك أنه هو وقع بمشكلة أو بحالة نفسية سلبية عم بتضره ما في حدا بقدر يساعده الإنسان هو بده يقرر لأنه التغيير ما بيبلش إلا بالإنسان نفسه أنا يعني بلحظة ما أوعى أنه أنا بدي بدي أتغير وبحاجة للمساعدة هون حتما الإنسان رح يدور على حدا ثقة أو أخصائي يقدر يفرغ طاقاته سلبية ومشاعره سلبية ويقدر يلاقي حلول للأمور اللي هو عم بيعيش والأشخاص اللي حوالي يحموا نفسهم منه كمان أكيد هلأ وكل شخص واعي لازم يحمي نفسه من كل حدا موجود بحياتنا حتى نقدر نكافح ونواجه التحديات للمنعيشها فهذا مهم كثير أكيد يعني الوقت مرأ معاك بسرعة صراحة منال على إزدين مدربة مهارات حياتية كان بودي أسألك عن قوانين الكاربة وكيف منقدر نطور حالنا إن شاء الله بلقاء آخر أكيد منرجع من كامل الموضوع وبتنورينا بيوم جديد شكرا لإلك شكرا لإلكم بس أهم شيء دايما ندريك دايما نرأي بمشاعرنا وأفكارنا والأفعال اللي نترجمها للواقع حتى نقدر نكون في بيئة صحية وحياة أفضل أكيد شكرا لإلك شكرا أن نور فينا بيوم جديد فاصل يا براهين يلا فاصل ناخد فاصل وراجعت لكم